إذن الوقوف عند الهجوم على حقل خورمور للغاسف السليمانية وتداعيات ذلك على مستقبل الشركات العاملة في السليمانية ينضم إلينا عبر سكاد من أربيل الباحث في السياسات الاستراتيجية الأستاذ كاظم ياور أستاذ كاظم مرحبا بكم يعني كما تعرفون في أقل من 24 شهر يتعرض حقل خورمور في السليمانية لثماني هجمات متنوعة هذه الهجمات أثرت على كفاءة الإنتاج ولكن السؤال المطروح يعني بماذا تفسر تعمد استهداف هذا الحقل بالذات لا سيما بعد إعلان الحكومة مساعيها للاعتماد على غاز الحقل لسد حاجة قطاع الكهرباء ما سبب في ذلك أستاذ كاظم نعم شكرا جزيلا على هذه الاصطدافة طيبة وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام طبعا بالبداية لابد أن نضع بعض الأسس محددة لكي تظهر الصورة للمشاهد الكريم بشكل أوضح يعني المحدد الأول أو الأسس الأول أن ملف الغاز خاصة غاز كورمور يعتبر من الحقول قابلة للتطور وقابلة لكي تسود حاجات العراق من الغاز الطبيعي مستقبلا النقطة الثانية أو الأساس الثاني هو أن الملف الغاز في المنطقة أقصد يعني المنطقة بالإقليمية عليها صراع دولي خاصة بعد أحداث أو فرض حسار اقتصادي على إيران وعلى صادرات الإيرانية منها الطاقة وكذلك غاز الروسي في هذا المجال يوجد عليها إشكاليات دولية معروفة بالنسبة لأساس الثالث أن الغاز العراقي والغاز القطري يعني عليهما طلب كبير وشديد نتيجة هذه الصراعات الإقليمية والدولية أوروبا تبحث عن البديل وأولايات المتحدة الأمريكية تشجع أن يكون هناك بديل للغاز الإيراني وغاز الروسي في أسواق العالمية فخط العراقي الممتد إلى تركيا منها إلى أسواق العالمية هو المرشح البديل الوحيد في المنطقة لكي تكون منافس للغاز الإيراني وغاز الروسي في هذا الصدد فلذلك نجد أن امتدادات هذه الصراعات تلقي بظلالها على هذه المنطقة ومؤخرا عندما رأينا سيد السوداني رئيس الوزراء عندما كان في ولايات المتحدة الأمريكية وتم هناك اتفاقيات أو عقد اتفاقيات ثنائية مع شركات عملاقة في مجال استثمار الطاقة في العراق شركات أمريكية بطبيعة الحال هذه الشركات تحبذ أن تكون استثمارها في هذه الحقول فيها نوع من التأمينات الأمنية في هذه المنطقة خاصة إخليم كونستان العراق مما دفع بأطراف المتضررة من هذه التوجه العراقي لربما استراتيجي نوعا ما في هذه المرحلة بأن تكون لديهم هاجز كبير في شريان الاقتصادي لهم فأكيد هم من كانوا سببا في تضرر هذه الحق المرات السابقة وفي هذه المرات الساكاظم الهجوم الأخير على خورمور كان أشد فتكا من الناحية الاقتصادية والبشرية حيث قتل وأصيب ثمانية عمال أجانب هل سيترتب على هذه الهجمة انسحاب شركات عالمية من العراق طبعا بالنسبة لطبيعة الاستهداف لا بد أن نقوم بتصنيف هذا الاستهداف هل كانت الرسالة لخلخلة أمنية في المنطقة أم كانت استهداف مشاريع اقتصادية العراق وشركاء العراق في المنطقة يحاولون أن يطوروا هذا الجانب أو هذا المجال الحيوي في العراق فبطبيعة الحال بما أن الاستهداف يقع على هذه المنطقة بشكل مكرر ولم تكن هناك منشأة عسكرية عراقية هي المستهدفة إذن أو قطاع بشري إلى آخره مناطق سكنية فالهدف كان ضرب مصالح اقتصادية عراقية ولشركاء العراق في المنطقة خاصة بعد أن تم عقد اتفاقيات مع شركات أمريكية وكذلك متعلقات لبناء طريقة التنمية مع تركيا وتركيا طبعا حليف أساسي للعراق في المنطقة لإمداد هذه المشاريع عبر تركيا إلى أسواق العالمية فإذن طبيعة الاستهداف كانت لضرب كل هذه المصالح العراقية الاقتصادية وكذلك مصالح شركاء العراق في المنطقة التركية وشركات أوروبية وشركات أمريكية إذن هدف من هذه بطبيعة الحال وبرأي الشخصي كانت رسالة اقتصادية بل إرادات تحاول أن تسيطر على ملف الطاقة في العراق بنوع ما أو على الأقل أن يجعل محددات اتجاه الاستثمارات في العراق بأي اتجاه تسير وأن تكون هذا اللاعب الإقليمي بيدها هذا الاتجاه وأن لا تنفرض عراق بمفردها أن تذهب إلى تركيا أو تذهب إلى ولاية المتحدة الأمريكية دون أن يكون لهذا الطرف الإقليمي حصة أو رأي أو قرار بهذا الصدر أستاذ كاظم حتى نكون منصفين حتى هذه اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث لكن مصادر أمنية في أربيل أكدت أن طائرة مسيرة من نوع شاهد الإيرانية هي التي قامت وهاجمت هذا الحقل كيف تعلق على ذلك طبعا أكيد أي طرف لا يعلن عن قيامه بهكذا استهدافات مثل ما كانت في مرات سابقة وبالنسبة للطائرات المسيرة اليوم باتت أسواق مفتوحة أسواق التجارة السلاح وطائرات المسيرة لربما لا تكلف أموالا طائلة بهذا الاتجاه بل جماعات فصائل كذا إلى آخره تملك هكذا طائرات ممكن تزويدهم بهذه الطائرات قبل شهر من الآن في مناطق قريبة من هذه المنطقة تم استهداف شيخ عشيرة البيات تركواني حسين علوش في نفس هذه منطقة كفري قريبة من هذه المناطق عن طريق طائرة مسيرة إذن جماعات تملك هذه الطائرات ولكن الهدف المتكرر من استهداف هكذا هدف اقتصادي حيوي هو يعني اليوم نحن بصدد البحث عنها والحكومة العراقية ملزمة ولابود أن تقوم بحماية الأمن الاقتصادي العراقي وسيد السوداني مؤخرا يعني كشف أن وجدنا بعض الخيوط تؤدي إلى هذه الجماعات وسوف نقوم بمحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة برأي شخصي هل سوف يكون هناك هكذا يعني فعل أو هكذا يعني إجراء من قبل الحكومة العراقية حكومة العراقية سيد السوداني في مرات سابقة عندما استهدف أربيل كذلك تعهد بتقديم يعني جنات إلى العدالة ولكن لحد اليوم لم يفعل وقد مرت واستهدفت مصالح كثيرة في العراق نتيجة تداخل مصالح لهذه الجماعات ولهذه الدول على أراضي العراقية والعراق مقبل على فعاليات سياسية كانتخابات مبكرة وغير مبكرة سيد السوداني كذلك لديه سياسات ممكن أن يستثمرها في العراق فلا يستطيع فتح كل هذه الجبهات على نفسه في هذه المرحلة فإذن برأي شخصي سوف تكون هناك بيانات إعلامية أكثر ما يمكن قول في هذا المجال وتعود الأمور إلى مجاريها وقد تلقى كل طرف رسالة التي وصله ماذا أراد الفاعل من هذه الاستهدافات وإذا تمحصنا بشكل دقيق كيفية الاستهداف وطبيعة الاستهداف كانت تحمل مجرد رسائل اقتصادية وسياسية في هذا الجانب ولم تكن تحمل رسائل أمنية شديدة لأن استهداف هذه المصالح لم تكن بشكل تدمير هذه الحقل وإنما كانت أضرار لربما ممكن قول أن أضرار بسيطة ولكن برسائل جدا كبيرة واضحة المعالم ممكن قراءتها استراتيجيا أنها تريد تحكم بمشاريع الاقتصادية والتنمية في العراق وسير بها باتجاهات ومنعطفات هو هذا الفاعل يريد تمسك بكل هذه المشاريع بكل هذه التوجهات العراقية وعدم سماح بالعراق بمفرده أن يقوم باستثمار وطاقاته وباستثمار خيراته وانفتاح إلى العالم من جراء نفسه عبر سكايب من أربيل الباحث في السياسات الاستراتيجية كاظم ياور شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة ترجمة 갑